فرض ضرائب على المنتوجات المستوردة التونسية هو ما دعا إليه رئيس جمعية منتج المشروبات مؤكداً أن تونس تفرض ضرائب على تتجاوز نسبتها 25% على المنتوجات الجزائرية مدام لكان هذا الضارب هذه ما تستنحاش نحن نطلب لها ريسي بروسيتي يتبقى قال قال مواد التونسي يدخل الجزائر يضربهم لبلاميمتاكس وبخصوص شهر رمضان الكريم كشف رئيس جمعية المنتج الجزائري للمشروبات عن عقوبات صارمة تنتظر المخالفين للقوانين خاصة فيما يتعلق بنوعية وجودة المشروب في ميخص شهر رمضان نحن معا اتصارات مع الفيدراشون دي كونسوماتر والوزارة الميستر دي كوميرس يعني في ميخص باش نقولوا البوري بيتي شهر رمضان هذا أولا نقولوا دانك البرودور هموجود ما فيش مشكل نقولوا حذرين في ميخص هذو البرودور اللي نقاو بصفة فوضوية في بعض الأسواق نقولوا محذرين رقبات موجودة الوزارة التجارة نقاو بصفة فوضوية نقاو بصفة فوضوية نقاو بصفة فوضوية نقاو بصفة فوضوية وتسعى جمعية منتجي المشروبات إلى تكوين لوبي للدفاع عن حقوقها ومحاربة المتطفلين نقاو بصفة فوضوية